أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد في الحديث الشريف وفي التواريخ أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يوم بادر للمسلمين من استطعتم أن تأسروه فلا تقتلوه فإنهم إنما أخرجوا كرهان المدينة الفاضلة كيف تكون مدينة فاضلة والفضيلة كيف تحكم على الأرض هذه هي المدينة الفاضلة هذه هي الحكومة الفاضلة عندما نبحث جذور الحرب الظالمة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله في بادر نعرف بعض القيمة الرفيعة والعظيمة لهذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله ونعرف من خلال ذلك إنسانية الإسلام بأرفع مستوى من الإنسانية حرب بادر كيف صارت رسول الله صلى الله عليه وآله بعد إعلان الإسلام في مكة المكرمة عاش السنوات صعبة تحت مظالم من المشركين المظالم التي شملت شخص رسول الله وأقرباءه والأصحاب الذين آمنوا برسول الله في مكة المكرمة بعد ذلك أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة المبيت في الليلة التي بات فيها أمير المؤمنين بأمر من الله ورسوله في فراش رسول الله وخرج في منتصف الليل رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة جاء واترك رسول الله داره وما كان عنده في مكة المكرمة وخرج بنفسه إلى المدينة المنورة المشركون جمعوا السلاح وعزموا على أن يأتوا إلى المدينة المنورة عبر مئات الكيلومترات بالجيش مدجج بالسلاح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه ويبيد الإسلام من أساسه رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة المنورة للدفاع وفي أرض بادر وقعت الحرب الظالمة التي فرضت على رسول الله من قبل المشركين وبظلم من المشركين والله عز وجل نصر رسوله وانكسر المشركون في بادر فر جماعة منهم من المشركين قتل جماعة منهم وأسر جماعة هؤلاء الذين أسروا جاءوا لقتل رسول الله ولعل بعضهم قتل بعض من أقرباء رسول الله ومن أصحاب رسول الله ساحة حرب الآن وضعت الحرب أوزارها بانكسار المشركين وانتصار المسلمين رسول الله صلى الله عليه وعليه أما حتى إذا أكره على أن يخرج إلى قتال رسول الله ما جاء ما دامت جاء ورفع السيف وحمل في الحرب وربما قتل المسلمين قتل بعضا من المسلمين مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وعليه يريد أن حتى في الحرب فرد واحد أقل يقتل حتى ولو كان ظالم بخروجه أما لأن هناك بعضا من هؤلاء الذين أخرجوا لقتال رسول الله أخرجوا كرها قال من استطعتم أن تأسروه فلا تقتله هذه قمة الإنسانية هل تجدون في التاريخ غير رسول الله وغير أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما الذي حكم أيضا سنوات وكان يعمل كرسول الله صلى الله عليه وآله هل تجدون مثل هذه الفضيلة الحرب قتال خصوصا الحرب الظالمة خصوصا الحرب التي فرضت على رسول الله لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله في حرب بدر وغيرها من الحروب أي جزء من السبب في إثارة الحرب إنما كان مجرد دفاع المشركون عبر مئات الكيلومترات جاءوا من جيوشهم إلى أطراف المدينة المنورة للقتال ورسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه خرج من المدينة المنورة خارج المدينة بدر قريب المدينة المنورة أو قريب من مكة المكرمة بادر قريب من المدينة المنورة الإسلام هذا كذا يحترم الدماء الإسلام هكذا يريد أنه حتى في الحرب حتى في القتال شخص واحد أقل يقتل يؤسر ولا يقتل الذي يؤسر لا يقتل هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وآله قال فلا تقتله أي أسير تأخذونه فلا تقتله وأمير المؤمنين صلى الله عليه هكذا صنع في الحروب الثلاث المفروضات عليه ظلما وجورا في حرب الجمل وحرب الصفين وحرب النهروان هذا هو الإسلام نحن نعلن للدنيا أن يتعلموا الإسلام يعرف الإسلام من خلال ممارسات رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته وممارسات أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعمله الفضيل كرسول الله أما عندما نتصفح تاريخ من حكموا ومع الشديد الأسف باسم الإسلام سواء بعد شهادة رسول الله وقبل حكومة أمير المؤمنين أو بعد حكومة أمير المؤمنين من أمثال بني أمية وبني العباس نرى القتل بالألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف ومع شديد الأسف والتاريخ مليء بالعشرات والعشرات والمئات والمئات من القتل الظالم للأفراد والجماعات انظروا إلى رسالة من الإمام الحسين صلوات الله عليه إلى معاوية جزء من رسالة الإمام الحسين إلى معاوية سجل هذه الرسالة التاريخ ورد في كتب الحديث في كتب التاريخ الإمام الحسين كتب إلى معاوية فابشر يا معاوية بالقصاص أي قتل منك بالظلم الله تعالى يقتص للمقتول منك فابشر يا معاوية بالقصاص واعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وليس الله بناس إن الله لا ينسى وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على التهم معاوية في متواتر نقل في التاريخ وكتب الحديث ورد أنه كان يقتل بالظنة والتهمة ويأمر بالقتل بالظنة والتهمة لا فقط يأمر بقتل من لا يقبلون معاوية لا الذين يشك في أنهم يقبلون معاوية أم لا يأمر بقتلهم ويقتلوا بالعشرات والمئات والألوف ويقتلوا بالتهمة هناك هناك أشخاص كثيرون معاوية كان لا يريدهم لا يريد بقاءهم فكان يأمر بذلك ورد في متواتر التواريخ أن يتهموه بتهمة ثم يقتلوه هذا ليس من الإسلام نعلن للعالم أن الإسلام هو إسلام رسول الله وإسلام أمير المؤمنين حتى في الحروب الظالمة والمفروضة عليهم صلى الله عليهما وعليهما كانوا يريدون فرد أقل يقتل حتى من المحاربين حتى من الذين فرضوا الحرب على رسول الله وجاءوا إلى الحرب وحملوا السلاح وأيضا هذا في تاريخ بني عمية أنظر إلى التواريخ في عهد بني العباس وهذا الذي أنقله واحدة من العشرات والمئات والألوف من نظائرها وأمثالها ذكر المسعودي وغير المسعودي أيضا ذكر هذا المؤرخ المعروف في تاريخه أنه أحصي من قتلهم عمال المأمون والمعتصم فكانوا أكثر من خمسمائة ألف من سائر طبقات الناس وقيل وقيل إن الإحصاء لا يحيط به كثرة المأمون العباسي المأمون العباسي خلال خلال فترة حكوماتهما المأمون والمعتصم أكثر من خمسمائة ألف من سائر طبقات الناس من المؤمنين والمؤمنات من المسلمين والمسلمات من بني هاشم وغير بني هاشم رجال نساء صغار كبار أكثر من خمسمائة وينقل أن هناك ناقل أنه لا نستطيع أن نقول مجرد أكثر من خمسمائة ألف ربما أكثر من ستمائة ألف وسبعمائة ألف وثمانمائة ألف يقول وقيل إن الإحصاء قيل يعني من يقول المؤرخون أصحاب الإحصاء قالوا إن الإحصاء لا يحيط به بقتل المقتولين في أيام المأمون وأيام المعتصم الذين كانوا يعيشون تحت حكومة المأمون وتحت حكومة المعتصم أن الإحصاء لا يحيط به كثرة هؤلاء هل يمكن أن يعتبروا خلفاء لرسول الله معاوية وأمثاله في بني عمي وبني مروان والمأمون والمعتصم وأمثالهما من بني العباس وهم يقتلون بمئات الألوف ورسول الله ينهى عن قتل واحد حتى ينهى عن قتل أسير مع أن الأسير هو الظالم جاء إلى حرب رسول الله لكنه لم يقتل ولم يستطع أن ينهزم ويفر فوقع في الأسر هذا ما نعلنه اليوم للعالم أيها البشر خصوصا البشر في البلاد غير الإسلامية تعالوا إلى إسلام رسول الله وإسلام أمير المؤمنين الذي هو الإسلام حقيقة لا تأخذوا الإسلام ممن تقمصوا الإسلام كذبا وزورا والمأمون والمعتصم لم يقتلوا هؤلاء في الحروب المفروضة عليهم أين كانت حرب مفروضة على المأمون أو المعتصم أو حرب مفروضة على محاوية هو كان يفرض الحرب هو كان يفرض الحرب ويقتل في الحرب والمأمون والمعتصم وأمثالهما يفرضون الحرب ويقتلون في الحرب ويقتنون في غير الحرب أليست هذه صفحات سوداء في التاريخ الذي كتب ويعرض على العالم باسم تاريخ الإسلام تاريخ المسعود تاريخ الإسلام مسلم المسعود تاريخ ابن كثير تاريخ الكامل الكامل في التاريخ تاريخ طبري تواريخ الأخرى هؤلاء يؤرخون للإسلام للمسلمين هؤلاء الحكام يسمونهم خلفاء خلفاء بني أمي يسمونهم كذبا وزورا خلفاء بني مروان كذبا وزورا خلفاء بني العباس كذبا وزورا واجب كفائي على جميع المسلمين عرض إسلام رسول الله وأمير المؤمنين والفضيلة التي ركز رسول الله وأمير المؤمنين على الفضيلة في كل مجال حتى في الحرب حتى بالنسبة إلى الذين فرضوا الحرب عليه وشهروا السلاح عليه ولكنهم لم يوفقوا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض في المسلمين مجموعة كافية لعرض إسلام رسول الله وإسلام أمير المؤمنين إلى العالم حتى يدخل في الإسلام ملايين وملايين طوعا ورغبتان وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر